من عشر دقايق بالضبط الفريق أول عوض بن عوف أعلن تنحي عن رئاسة المجلس الانتقالي في السودان وتعيين الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيساً للمجلس الانتقالي في السودان رئيس قعد تلاتين سنة وبعده رئيس قعد تلاتين ساعة تلاتين سنة ثم تلاتين ساعة لماذا استقال عوض بن عوف طبعاً لأنه منذ أن ألقى بيانه اليوم صباحاً والناس كلها وقفة قدام مجلس الأعلى للقيادة قوات المسلحة في سودان يرفضون استمرار أي يعني مظهر من مظاهر أو أي رمز من رموز النظام القديم الآن ومن عشر دقيق بالضبط زي ما قلت لحضراتكم عوض بن عوف الفريق أول عوض بن عوف الذي حلف اليمين بالأمس وألقى الخطاب اليوم وكان عنده مؤتمر صعفي قرر أنه يتنحى وأن الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيساً للمجلس العسكري الانتقالي في السودان من الواضح أن ما يريده الشعب السوداني هو ما سيحدث ما يريده الشعب السوداني هو ما سيحدث وعلى فكرة هو ده الموقف المصري في بيانين متتاليين أنه مصر طلبت من العالم كله أن يحترم رغبة الشعب السوداني الشعب السوداني قال كلمته بشكل واضح لن نتعامل مع أي حد ينتمي إلى الحقبة الماضية إلى التلاتين سنة الماضية إلى حقبة الرئيس البشير وطبعاً خلينا نسمع منه حتى زي بقول لحضراتكم من عشر دقائق فقط ولذلك أنا ببدأ الحكاية من السودان موضوع هام جداً وتطورات سريعة هل يقبل الشارع بقى السوداني واتحاد المهنيين الفريق الجديد برهان أم سيتعاملوا معه مثلما تعاملوا مع عوض بن عوف ده اللي حنفهمه بعد شوية ولكن خلينا نسمع جزء من خطاب التنحي رئيس تلاتين سنة ثم رئيس آخر تلاتين ساعة ومن يدري الرئيس القادم إلى متى سيظل ترجمة نانسي قنقر